وكان يؤمنون بأن هذه الأرض لا هم وليس لغيرهم وفعلا حراروها ونحن نعيش فيها مستقيلة حرة والعالم الجزائري يرفرفوا في القرآن بحمد الله تعالى نختتم مخيم الأول من المخيمات الشبابية المتخصة التي يشرف المجلس على الشباب على تنظيمها وينظمها شباب مختلف القطاعات الأربعة التي اخترناها لهذه السنة والمخيم رقم واحد الذي خصصه لمتربسي ومتخرجي التكوين المهني يسدي الاستيطار اليوم على أشغاله عاش الشباب خلال يومين ونصف من الزمن في خضم فعاليات متنوعة ورشات ومجموعة التفكير ومجموعة من النشاطات الغير نمطية ليختتم هذا المخيم كما سمعتم الإعلان من تقرب الشباب اليوم على تأسيس الشبكة الوطنية لمتربسي ومتخرجي التكوين المهني لتكون فضاء لتبادل الأفكار وتبادل الخبرات لتكون فضاء لتعزيز تكوين الشباب حول مختلف المهارات الحياتية التي تتكامل مع المهارات التقنية التي يتلقونها في مقاعد التكوين المهني لتكون المحصلة التركيز على تنمية قدرات الشباب ليكون فعلا مساهما في تنمية وطنه ومنخارطا في الدينماكية الوطنية التي تعرفها البلاد بإذن الله يتعلم اليوم قطاع التكوين وتعليم المهنيين يضم مجموعة من التخصصات المهمة والحديثة مثل نجد ميه المياه مثل تحييل مياه البحر ومثل مثلا إصلاح تجهيزات الطبية الآن مجموعة التخصصات التي يسعى قطاع التكوين وتعليم المهنيين إلى توسيعها وفتحها هي رؤية للمستقبل طبعا المخيم هو فرصة للاستماع عن كثب وعن قرب لهؤلاء المتربصين لمشاركتهم تطلعاتهم ليكونوا هم الشريك الأساسي في رسم مخطط أو معناها مجموعة الأفكار والأطرحات التي تستجيب لها وزارة التكوين وتعليم المهنيين نشكر في الأخير المجلس أعلى للشباب على تنظيم هذا المخيم كذلك سلطات المحلية لولاية شلف على الاستجابة واحتضان هذا المخيم في الأخير أتوجه إلى جميع المتربصين في قطاع التكوين وتعليم المهنيين للتوجه إلى الفضاءات المتاحة مثل النوادي العلمية ونوادي الإبتكار والإبداع الموجودة على كل مؤسسة تابعة للتكوين وتعليم المهنيين هذه الفضاءات والنوادي هي ما سيسمح لهؤل الشباب أنهم يبدعوا ويحققوا مهارات ويكون تتح لهم المرافقة الدائمة والمتواصلة من طرف خبراء القطاع كان فيه مزيج من الروح التنفسية في مختلف القطاعات أين تم طرح بعض الإنشغالات وبعض الأفكار وبعض المشاريع التي كانت في المعتقد أنها مشاريع لن تجسدها في أرض الواقع ولكن عند مناقشتنا لهذه المشاريع في مختلف الورشات التي أقيمت في هذا المخيم استدرجنا أنه يمكننا تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع وكل شكر موصول لمختلف إطارات الدولة الذين كانوا في القيمة في توصيل الفكرة وتسهيل كافة الأمور إيصالنا إلى حلول واقتراحات وطرق تؤدي إلى النجاح التام في هذه المشاريع وتسهيلها على أرض الواقع وبهذا الصدد وفي هذا اليوم الأخير قمنا بتسهيل مقرر سنوي للعمل المقبل إن شاء الله للمخيمات الصيفية المقبلة وهذا بفضل الرفاقاء الذين تم تعرف عليهم في هذا المخيم الصيفي شاركت في هذه التظاهرة التي نظمها المجلس الأعلى للشباب لنشكره ونحييها لهذه المظاهرة ونتمنى إن شاء الله في المستقبل ستكون مظاهرات كما هذا اكتسبنا عدة خبارات كانوا حاضرين معنا داكاتيرا وأساتذة شاركنا أفكار تعمل شاريع ربما تتجسد على أرض الواقع في المستقبل لها تفيد إن شاء الله قطاع التكوين المهني خاصة والوطن عامة فات هذا المخيم كان فرصة مليحة المتربسين في المجل تكوين المهني والتمهين وعلى هذا اللي لازم الإنسان كي يجي لهذه المخيمات يستفاد باش يعرف الفرص اللي كان في مجل الشغل وباش يبين الأفكار ويدير معارف جدد مع الناس اللي يحتاجون في المجلات اللي يراه فيهم هو جينا للمخيم الصيفي هذا تعلمنا فيها الطريقة الأمثل والصحيحة للوصول إلى المبتغى والهدف لكل شاب طموح وطريقة كيفية ما تحقق المشاريع عن طاعة واللجنة اللي كان هنا استمعت إلى الشباب والمشاكل اللي عندهم كمحاولة لإصلاحها وتفاديها وانت يولي طريقتها الشباب خالي من المشاكل والعراقيل لكي ينجح الشباب وتفوق ونخيم هذا كان في العديد من الورشات من أهمها دراسة المقاولات وهذه حاجة ما تشببه كل رامس من ناورا وماذا بيه يتمهن فيها ويتمكن منها لأن تمهين وتكوين ناجح الآن ما ترى نشوفه فيه في الجزائر ونشكر الذين قاموا بهذا المبادرة ورب يوفقهم ولو بكلمة في التعاون انتهاء ولا أن يسابق الزمن أن يرفع التحدي ليصنع الكثير لصالح هذه الشباب ولا طالما قلت بأنه يمكن أن نحقق إنجازا لصالح الشباب بأن تعطيه ملحة ما أو مكسبا عابرا ولكن المكسب الحقيقي هو عينا ونصنع بإرادتنا بحول الله تعالى وقوته نهجر يجعلنا ممكن لنا في هذه الأرض وفي هذه الدينة برعاية ايمو براو جان براو